اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر ودلوقتي نتكلم عن علاج الـ UTI في حالات الحوامل بقى وطالما هنتكلم عن الحوامل يبقى هنزود نوع كمان في الـ UTI احنا قلنا في أبر UTI اللي هو البيلونيفريتس لور UTI هنزود حاجة اسمها Asymptomatic Bacteria ودي معناها ان احنا لما بنعمل مزرعة للمريض بنلاقي عنده اكتر من 100000 Colony Forming Units يعني في بكتيريا اكتر من 100000 يعني لكل مليليتر والمريض ما عندهوش اي اعراض اصلا فدي بنقول عليها Asymptomatic Bacteria تقول لي طب ما تكلمتش عندي ليه في الناس العاديين اقولك لان في معظم الحالات العادية مش في الحوامل الـ Asymptomatic Bacteria مش بنعالجها هي بتروح لوحدها لان لقوا ان العلاج بتاعها مالوش تأثير كبير يعني في تقدم الحالة فمعظم الحالات العادية اللي عندها Asymptomatic Bacteria مش بنعالجها لكن في حالات الحوامل اي UTI لازم نعالجه لان الـ UTI ليه مشاكل كتيرة جدا على الجنين وعلى الام واي سيدة حامل بتعمل screening بتعمل فحوصات تشوف عندها UTI ولا لا في الحمل حتى لو بدون اي اعراض في اول زيارة لطبيب النسب يعمل لها تحليل بول وفي الثالث الثالث من الحمل غالبا لازم يعمل لها برضو تحليل بول عشان ممكن يبقى عندها بكتيروريا زي ما قلنا بدون اي اعراض فلما بنيجي نعالج المريضة الحامل هنعالج اذا كان عندها Asymptomatic Bacteria او عندها Lower Urinary Tract Infection مع بعض علاجهم واحد فبندي للمريضة بتاعتنا مضاد حيوي بعد ما نكون برضو خدنا العينة للمزرعة زي مثلا نايترو فرونتوين اللي هو الماكرو فرون لكن ده مش بنيديه في الثالث الاول من الحمل ممنوع ومش بنيديه قبل الولادة مباشرة برضو ممنوع فابعد عنه وخلاص لكن من باب العلم بالشيء وبتدي بداله Amoxicillin Glavionate حاجة زي الأوجمنتين 625 ثلاث مرات في اليوم لمدة سبع تيام او ندي واحد جرام مرتين في اليوم لمدة برضو من خمسة لسبع ايام او ممكن ندي Syphaloxin حاجة زي الكابوريكس 500 أربع مرات في اليوم لمدة من خمسة لسبع ايام او ممكن برضو ندي الفوسفومايسين اللي هو المونوريل اللي هو كيس مرة واحدة وخلاص وطبعا زي ما قلنا لو نتائج المزرعة جت بنحدد اختياراتنا على حسب نتائج المزرعة لو المريضة حامل وبيتكرر معاها اللوار يوتي اي اتكرر معاها اكتر من ثلاث مرات فلازم نمشيها على بروفلاكتك انتيبيوتيكس لحد نهاية الحمل تاخد حاجة زي السيفليكزين كبوريكسي ده خمسمية قرص واحد بالليل طول فترة الحمل طالما تكرر معاها اللوار يوتي اي اكتر من ثلاث مرات طبعا بندي مسكنات تكون اامنة في الحمل زي البرستامول نعالج باقي الاعراض برضو مفيش مشكلة وطبعا لازم نتابع الحالة بشكل كويس جدا من ناحية اليوتي اي ومن ناحية الطبيب النسا طبعا لازم يتابع الحالة جيدة ويبقى كده اتكلمنا عن علاج الاسمتوماتيك بكتيروريا وعلاج اللوار يوتي اي في حالة الحمل دلوقتي نتكلم عن حالة الاكيوت بايلونفريتس او الابر يوتي اي بقى وزي ما قلنا لازم حجزة في المستشفى وندي للمريضة بتاعتنا محليل لكن بحذر برضو زي ما قلنا ونعالج الاعراض برضو ارتفاع درجة الحرارة القيء الحاجات دي بحاجات اامنة في الحمل زي البرستامول وهندي مضادات حيوية هنقولها دلوقتي طبعا هنديها مباشرة بعد ما نكون خدنا عينة المزرعة مش هنستنى النتائج وبندي للمريضة بتاعتنا حقا في البداية لحد ما حالتها تتحسن بعد كده نقلبها اكراس وطبعا المريضة دي بنعمل لها صنار وبنتبعها كويس بواسطة طبيب المسالك البولية وطبيب النساء والولادة والحقا اللي بنديها للمريضة دي ممكن نديها سيف ترياجزون واحد جرام مرة واحدة في اليوم ممكن نديها سيفي بيم واحد جرام مرتين في اليوم بيبرسلين تازوباكتام اربع مرات في اليوم او ميرو بينم اللي هي الميرونام واحد جرام تلات مرات في اليوم او مثلا ارتابينم واحد جرام اللي هي الانفانز مرة واحدة في اليوم زي ما قلنا بعد نتيجة المزرعة بتطلع بنحدد العلاج حسب نتيجة المزرعة وزي ما قلنا العيانة دي بتكون محجوزة في مستشفى فالمتابعة بتاعتها بتكون بواسطة دكتور المسالك البولية غالبا لو الابر يوتي اي ده اتكرر مع المريضة برضو بنحتاج لمشيها على بروفلاكتك انتبيوتيكس حاجة برضو زي الكبوريكس خمسمية قرص مرة واحدة مساء يوميا طول باقي فترة الحمل حاجة وقاية يعني في مضادات حيوية بقى ممنوعة طبعا في الحمل زي من اشهرهم السيبروفلوكسسين والليفوفلوكسسين المجموعة دي كمان التتراسايكلينز زي دوكسيسايكلين واخواته ممنوعين كمان الترايموثيبرين اللي هو السيبترين ممنوع والامينوغلاكوسيدز حاجة زي الجنتامايسين والاميكاسين والجماعة دول برضو ممنوعين كمان الناتروفرونتين قلنا ممنوع في اول تلت في الحمل وممنوع قبل الولادة فيعتبر برضو ممنوعة ويبقى كده يا صديق العزيز اتكلمنا عن علاج والأبر يوتي اي في الناس العاديين اللي هم مش حوامل بعد كده اتكلمنا في الحوامل عن علاج الأسيمتوماتيك بكتيريريا والأبر يوتي اي اخيرا الماكرولايدز اللي هي المجموعة زي الازيسروميسن والكتيريسروميسن والحاجات دي مش فعالة كويس اصلا في اليوتي اي يعني غالبا مش بنستخدمهم وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم